بسم الله الرحمن الرحيم أهل وسهلا بحضراتك وطبعا هنتكلم في هذا الفيديو بوضوح شديد جدا وبصراحة قوية للغاية طبعا هنتكلم عن الشركات اللي هي بتتباطئ في مسألة الدفع والشركات اللي عندها مشاكل في مسألة الصحبات أبرز هذه الشركات بيسبوك لحقيقة الفترة الماضية أصدقاء كسرين اشتكوا من هذه الشركة في مسألة التباطئ في مسألة الدفع ان هم فريق الدعم لدى هذه الشركة بيكلمهم أكتر من مرة ويعني بيحاول يتملص من مسألة الدفع فياريت لو حضراتكو عندكو تجارب في هذه الشركة تبلغونا في التعليقات هل فعلا الشركة في الأولين الأخيرة بتدفع ولا ما بتدفعش لان دي من أكتر الشركات اللي جاءتني بسببها شكاوى عديدة جدا بسبب عدم الدفع دي الشركة الأولى الشركة التانية برضو اللي عندهم تباطئ في مسألة الدفع وعندهم مشاكل في مسألة الدفع هي FTUK يريد برضو الأصدقاء اللي بتعاملوا معها هذه الشركة يبلغونا هل الشركة فعلا مستمرة في مسألة الدفع ولا يوجد تباطئ في هذه الشركة لان ورد بشأنها برضو شكاوى عديدة بعد ذلك طبعا فجئنا بشركة TFT هناك تأخرات عديدة في مسألة المدفوعات ويمكن الشركة ديت من الشركات المحترمة قوي اللي هم اعتذروا لي المتجرين وقدموا لهم حسابات مجانية وقدموا لهم خصومات كبيرة للغاية لكن أنا من وجهة نظري لا خوفة من هذه الشركة ما اعتقدش ان هي ستلقى مصير MyForexFund لا الشركة قوية للغاية لكن نتيجة للهجوم الكبير جدا اللي حدث عليها الفترة الماضية هجوم مش من ناحية الانتقاد هجوم في الحصة السوقية استحوذوا على حصة السوقية كبيرة جدا تخيل انت فاتح محل فمتعود ان يجي لك عشر زبائن فاذا بهذا المحل في يوم وليلة يأتي لك بخمسمائة زبون الف زبون فانت قدراتك ما كانتش مستعد انا اعتقد هو ده اللي حدث لهذه الشركة لان هم دائمي الاعلان يعني هما عندهم الترويج كبير جدا بيعملوا دعاية وترويج وخصومات يمكن اكتر شركة بتعمل خصومات منذ انشاءها يعني منذ انشاءها وهي بتعمل خصومات ترويجية كبيرة للغاية نتج عنه ان ناس كتيرة دخلت هذه الشركة فاعتقد هو ده الخلل اللي حصل مع هذه الشركة لكن شركة محترمة شركة محترمة لكن في تأخرات حتى الان في مسألة الدفع خلينا نتابع معاهم ان شاء الله على الجانب الاخر طبعا افتي بلاس لا يوجد مشاكل بها يعني شركة من الشركات المحترمة قوي شركة يعني احنا بنرشحها وبقوة يعني ممتازة للغاية هم في الاخر عملوا تعديل كده بسيط جعلوها اربعة بالمئة في الحساب اللي هو اكسبيرانس تريدر جعلوا التراجع اليومي اربعة بالمئة بدلا من تلاتة بالمئة ورجعوا الحسابات تاني للمئتين الف بدلا ما كانت مئتين وخمسين الف بقى اصبحت مئتين الف اعتقد ده امر ممتاز للغاية تمام شركة برشحها بقوة وشركة حتى الان بتدفع دون تأخير ويمكن اسرع شركة في مسألة المدفوعات ايضا فجأتنا زاد تريدرينج بيت بالمصداقية العالية جدا وفي المدفوعات وانها فعلا شركة بلا منازعات او شكاوى لم تأتي منهم شكاوى والناس بتشكر فيهم بشكل غير طبيعي هم بس عندهم اعتراض على السبريد العالي اللي هو غير تنافسي عندهم اعتراض ايضا على مسألة تراجع المتحرك عندهم اعتراض على واحنا كنا قلنا الكلام ده في الفيديوهات السابقة وعندهم اعتراض ايضا على المدة اللي هي تسعين يوم ديت فانا بس المدة بصراحة هم عندهم حق يعني التسعين يوم وانت بتتكلم في تمانية بالمائة لا تعمل التمانية بالمائة في خلال تسعين يوم يعني ما فيهاش مشكلة مش شايف ان فيها مشكلة تمام مسألة التراجع المتحرك تكلمنا فيها ايضا لما يعطيك حساب بخمسة مليون دولار فعندك تراجع متحرك خمسمائة الف دولار فتشتكي من الخمسمائة الف دولار اللي هم تراجع متحرك لا تمام بس انت في الاول هتتعب معهم في الاول اول حسابات هتتعب معهم بعد كده انا شركة برشحة يعني هتكون الحصان زي مقولوا الحصان الجامح في شركات التمويل بعد كده ننتقل الى FTMO لا يوجد شكاوى من FTMO غير الشكاوى المتعلقة بالاخوة السوريين فFTMO لا تقبل الاخوة السوريين للأسف الشديد سواء كان سوري مكيم على ارض سوريا او غير مكيم على ارض سوريا مجرد ان هو سوري فهو مرفوض تماما مش عارف عامل السوريين على انهم هنود يعني انت بتقبل الهندي الذي يقيم على دولة اخرى يعني الهندي الذي يقيم على ارض الهند هو مرفوض بالنسبة لك لكن الهندي اللي عايش في امريكا عايش في كندا انت بتقبله كذلك الوضع بالنسبة للرجل السوري ايه المشكلة سوري عايش في المانيا سوري عايش في ايطاليا ايه المشكلة انك تقبله تمام لكن غير الجنسية السورية او الهندية لا يوجد اي مشاكل في FTMO يمكن FTMO هي من الشركات القليلة للغاية اللي تسحب منها مليون دولار ونصف مليون دولار وهي مبالغ عالية للغاية وبعدها TFT هي برضو كان فيه صحوبات كبيرة جدا من TFT بعد كده ننتقل الى MyFundedFX خلي بالك MyFundedFX زي الفل وانا مجربهم مفيش اي مشكلة عندهم في الصحوبات لكن وكعادة اغلب الشركات لما بتعمل انت lot size كبير لا مش هتسحب من الشركة ديت يعني انت لو من هوات انت تاخد حساب مثلا ب300 الف تمام وتدخل تعمل 15 standard انسى انك تسحب من هذه الشركة رغم ان الشركة ديت يعني بعد مفاوضات وبعد مناقشات ممكن تعطي للمتاجر تقول له خلاص هندي لك الفلوس المراضي بجد يعني الشركة من الشركات المحترمة جدا لكن الناس بتستغل الكلام ده بشكل سيء جدا يدخل ب 15 lot standard 20 lot standard وبعد كده يجي يشتكي يقول له استاذ علي دي الشركة اللي اصبت علي مفيش حد في العالم يا جماعة ده صندوق استثمار ده صندوق انت هتقربه بيت الشركة ده انت هتقربه بيت الشركة مفيش حد بيعمل كده دي مش تجارة دي مقامرة اللي انت بتعمله ده مقامرة اشتغل متجرة وليس مقامرة كل الشركات تخلي بالك مش الشركة دي فقط ممكن زي ما يقولوا ايه تاخد الحتة دي وتقول لك لا مش هنديك فلوس تمام؟ عاوز ما تاخدش فلوس من الشركات تمويل اشتغل بالاسلوب ده اللي انت تدخل ب 20 standard و 15 standard والكلام ده لكن هتدخل بعد 2 standard ب 3 standard ب 5 standard ما بيقولوش حاجة مفيش اي مشكلة لكن انت انت مدرك 20 standard يعني النقطة بكام يعني النقطة مثلا في اليورو دولار بـ 200 دولار ليه؟ يعني لو عكس عليك اليورو دولار 25 بـ 5000 دولار فدي مش متجرة اطلاقا تمام؟ فشركة مايفاندد اف اكس عن تجربة شخصية شركة بتدفعو شركة محترمة جدا لكن هم مشكلتهم اللي انا قلت لك عليها اللوت سايز العالي ده ما بيقبلوش بيه طيب بالنسبة لك هل شايف TFT مكملة اه TFT مكملة ان شاء الله وشركة جيدة بس انا زي ما قلت لك كان عليهم ضغط كبير جدا يعني بصراحة انا بشوف وبتابع التحركات استحوزوا على حصة سوقية كبيرة قوي كبيرة جدا فانا بنشدهم كفاية اعلانات انت مش محتاج ناس تانية انت يعني انت وصلت لزروة زي ما يقول زروة الشيء فاهم فاا لكن بيسبوك انا معترض عليهم لان في مشاكل كثيرة جدا لمتاجرين عرب مع الشركة اريت يحلوا هذه المشاكل اول ما يحلوا هذه المشاكل هنعلن عن هذه الشركة وكأن شيئا لم يكن بس ياريت ادفعوا لي اخوانا العرب ما تبقى لهم من ارباح شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله طيب باقي الشركات باقي الشركات هشرحها لك بس هي دي الشركات اللي هي زي بيقولك ايه عليها اثبت كبير جدا وبيستحوزوا على حصة سوقية كبيرة جدا تمام باقي الشركات ان شاء الله هنشرحها ونقول ما لها وما عليها شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله